تحل اليوم ذكرى حل جماعة الإخوان الإرهابية في عام 1954 بعد محاولة الجماعة الإرهابية اغتيال الزعيم جمال عبد الناصر في محافظة الإسكندرية حل الجماعة الإرهابية في عام 1954 لم يكن للمرة الأولى بل سبقه قرار بحل الإخوان الإرهابية عام 1948 نقطة خلاف جوهرية يمثلها مفهوم الوطن ما بين دولة المؤسسات والجماعات الإرهابية المتسترة خلف الدين لغرض آخر متعلق بمصالح فردية وأجندات خارجية جماعة الإخوان الإرهابية ضربت أكثر الأمثلة دلالة على استغلال الدين والحرص على المصالح الشخصية وتنفيذ الأجندات غير الوطنية والإضرار بمصالح البلاد والعباد والتاريخ لا يجذب ولفظ الشعب ومؤسساته للجماعة الإرهابية غير قابل للنسيان فكان الحظر الأول للجماعة الإرهابية من حكومة محمود فهم النقراشي في الثامن من ديسمبر عام 1948 حيث أصدر النقراشي قرارا بحل الجماعة بعد مرور 19 عاما على تأسيسها وذلك على خلفية اتهام الجماعة وأعضائها بالتحريض والعمل ضد أمن البلاد وبعد ثورة 23 يوليو المجيدة عام 1952 لم يتضح أن الجماعة الإرهابية استوعبت الدرس حيث صدر قرار ثاني بحل جماعة الإخوان الإرهابية في 29 أكتوبر عام 1954 بعد اتهامها بتدبير محاولة اغتيال الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في الإسكندرية وأظل القرار ساريا حتى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر في سبتمبر عام 1970 وفي الوقت الذي كان يطمح فيه الشعب المصري لبناء دولته الحديثة اختطفت جماعة الإخوان الإرهابية تلك الأحلام خدمة للأغراض الخاصة التي وضعت الجماعة قبل الوطن فما كان من شعب مصر إلا أن قام بثورته المجيدة في الثلاثين من يونيو عام 2013 قبل أن يصدر قرار ثالث في ديسمبر من عام 2013 يصنف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا كما صدر قرار قضائي في العام 2014 بحل ذراعها السياسية بعد ارتكاب الجماعة الإرهابية جرائم عديدة في حق مصر من بينها تكوين التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرية وتهديد الوحدة الوطنية ومخالفة النظام العام والدعوة على التمييز بين المواطنين بما يؤكد أن الإخوان الإرهابية لم تكن تسعى إلا نحو الهدم والاستماتة لنشر الفوضى والعنف في مصر أو أينما حلت الجماعة الإرهابية